قالت وكالة بلومبرغ الأمريكية أن رفع وكالة فيتش للتصنيف الاعتماني تصنيف مصر الاعتماني للمرة الأولى منذ عام 2019 يعد أحدث دفعة لاقتصاد المصري وجنبا وجنيا لثمار الإصلاحات المالية وأرجعت وكالة فيتش التغيير إلى انخفاض المخاطر الخارجية وتعديل السياسات وتجديد الاحتياطات الخارجية وتضفقات رأس المال الجديدة وسعر الصرف الأكثر مرونة جدد ممثلون منظمات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية التزامهم بدعم رؤية الحكومة المصرية وتوجهتها نحو تعزيز التنمية الاقتصادية وترسيخ دعائم استقرار الاقتصاد الكلية جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقدته وزيرة التخطيط وتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاطة مع المنصق المقيمة لمكتب الأمم المتحدة في مصر إلينا بنوفا وممثلين نحو 20 شركة ووكالة ومنظمة أممية بالإضافة إلى ممثلي البنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية هذو شهد اللقاء استعراضا لإطار تنمية الاقتصادية وإجراءات حوكمة الإنفاق الاستثمارية ومناقشة الأولويات المستقبلية لتعزيز جهود التنمية الاقتصادية أعلن الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتنهية الصغر باسل رحمي عن إطلاق الجهاز برنامجا تموليا جديدا بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو يعضف إلى دعم الشركات العاملة في مجال الطاقة الشمسية في مصر أشار رحمي إلى أن هذا البرنامج يأتي في إطار حرص الجهاز على تشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة وتعزيز دور القطع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير هذه المنتجات بأسعار تنافسية لكافة المشروعات الزراعية والصناعية والإنتاجية التي يمكن أن تستفيد من الطاقة الشمسية كمصدر رئيسي لتكون صديقة للبيئة وفي نفس الوقت تساهم في التقليل من الانبعاثات الحرارية بحث وزير الكهرباء وطاقة المتجددة محمود عسماطب مع جيم ليو الرئيس التنفيذي لشركة هواوي مصر والوفد المرافق له توطين صناعة المهمات ووسائل الاتصال والتكامل بين العددات لحساب الطاقة وكشف التلاعب في معدلات الاستهلاك أوضحت وزارة الكهرباء في بين لها أن وزير القهرباء والطاقة بحث أيضا مع مسؤولي الشركة تدعيم التعاون القائم في تكنولوجيا المعلومات لشبكة الكهرباء لحساب الفقد وموصلة العمل على بناء شبكة ذكية ومرنة وآمنة لتحقيق استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية قام وزير قطاع الأعمال العام محمد شيمي بزيارة لشركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيموية التابعة للشركة القابدة للصناعات الكيموية والواقع بمدينة طلخة بمحافظة الدقهلية عقد الوزير ومحافظة الدقهلية تارق مرزوق لقاءا مع عدد من أعضاء مجلسين نواب الشيوخ بالمحافظة حيث تمت مناقشة عدد من الموضوعات ورؤى بجاني شركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام ومشروعتها وأكد وزير قطاع الأعمال العام أن شركة الدلتا للأسمدة تعد من الصروح الصناعية التابعة لقطاع الأعمال العام وأن الوزارة حريصة على إحياء وتحديث الشركة في أسواق البترول العالمي ارتفعت أسعار النفط بعد تقارير أفادت بأن إيران تستعد لشن ضربات للرد على إسرائيل خلال الأيام المقبلة لكن الإنتاج الأمريكي القياسي أثر على الأسعار صعدت العقود الأجلة لخام برينت بنسبة 4 من 10% لتبلغ نحو 73 دولار و 10 سنتات للبرميل زادت العقود الأجلة لخام غرب تكسيس الوسيطة الأمريكية 3 من 10% إلى 69 دولار و 49 سنت للبرميل ترجعت أسعار المزوت عالمية بنسبة 41 من 100% لتصل إلى دولارين و 22 سنت للتر في المقابل ترجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 61 من 100% لتسجل نحو دولارين و 66 سنت لكل مليون وحدة حرارية بريطانية أعلنت وزارة النفط العراقية خفض انتاجه النفطي إلى 3 ملايين و 300 ألف برميل يوميا تماشيا مع التزامها بتقفيد الانتاج ضمن تحالف أوبي بلوس أضافت الوزارة أن الخفض سيستمر خلال الأشهر المقبلة لضمان بقاء الانتاج ضمن الحدود المتفق عليها وتعويض الفائد المنتج في الأشهر الماضية مشيرة إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى تعزيز التوازن والاستقرار في أسواق النفط العالمية سجل معدل التضخم في منطقة اليورو ارتفاعا أكثر من المتوقع في أكتوبر الماضي ليصل إلى 2% على الأساس سنوية وفقا للأرقام الصدرة عن مكتب الإحصال الأوروبي يورستات وبحسب يورستات يعد هذا الارتفاع انتعاشا بعد تسجيل 1.7% في سبتمبر لكن هذا أتسارع وحدث بعد شهرين من التباطئ وبالتالي ظل تضخم أسهار المستهلك عند هدف 2% الذي حدده البنك المركزي الأوروبي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر